احيباي اهلا مرحبا بكم وسؤال جديد من برنامج ايه سهل مدارب حياة مسيحية سؤال النهاردة سؤال حل كل اسئلتكم حلو احنا بنذكركم جدا لاهتمامكم والايميالات الكتيرة اللي بتجلنا والاسئلة الحلوة بتدهلنا وبنهتم بكل سؤال بس احنا بنضرش ناخد الاسئلة كلها مرة واحدة ناخد سؤال سؤال احنا بنهتم بكل اسئلتكم السؤال بيقول ايه انا باقتنع كتير اني لازم ااخد بالي من صحتي ومع ذلك باكل اكل خطأ مش عارف اعمل ايه ممكن يكون واحد او واحدة سؤال مش واضح يعني كان من راجل او ست لكن انا باقتنع كتير اني لازم ااخد بالي من صحتي ومع ذلك باكل اكل خطأ اعمل ايه ده سؤال حلو اي عادة من العادات احنا بنعملها بنعملها بطريقة لاوعيا بنعملها بطريقة لاوعيا يعني احنا ندربنا نفسنا ان احنا نوصل لمرحلة من المراحل ان احنا نعمل حاجة دي من غير ما نفكر بقيت لاوعيا لاوعيا بشرة بالسجارة لاوعيا باكل اكل غير صحي لاوعيا باكل شكرطات لاوعيا بحط خمس معلق سكر في القهوة وهكذا كل اللي عايزك تعمله في الموضوع ده الخاص بالصحة ودي نقطة مهمة جدا ابتدي من النهاردة كل وعيا كلمتين اتنين يمكن يلخصه كتب كتيرة ومحاضرات كتيرة تشوفها في التلفزيون وغير وحاجة تيرة جدا بس انا هي دي الخلاصة كل وعيا اسأل نفسك قبل ما تاكل الحاجة ده هي هتعمل ايه في جسمك تخيلوا انا لما اسأل نفسي قبل ما حط السكر على الشاي ان السكر ده سمي كلنا عارفين ان السكر ده سمي كلنا عارفين ده لو انا فكرت فيها كويس جدا ان انا باخد سم بحطه جوه جسمي ساعتها مش هاخده لكن انا ليه باخده وبحطه جوه جسمي لان ما بسألش نفس السؤال ده بعمله له وعيا فكل وعيا وبالنسبة لرباط البيوت بالذات الحتة دي مهمة في مثل ياباني بيقول ايه عندما تفشل الام يتدخل الجراح فأنت بسقول عن صحتك وصحت جوزك وصحت اولادك اعملي كل حاجة وعيا قبل ما تحطي اي حاجة قبل ما تحطي حاجات من علب محفوظة حاجات مش فرش حاجات قديمة حاجات مش عارف حاجات فيها كولسترول عالي حاجات من غير ما ناخد بن حتى مكتوب ايه على الورقة بس اللي هقولك عليه مش اكتر من كده وقولك عليه مش اكتر من كده اطبخي وعيا كل وعيا بس لازم تاعي كويس جدا قبل ما تعمل الحاجة دهي يا جماعة ده الحشرات بتبصل لها احنا في ادركة بلقى مين باستغراب الحشرة بطبيعتها ما تكلش الفراشة لان الفراشة عليها على جسمها المادة سامة ويبصل للانسان اللي هو قديم خمسين ستين مرة وعنده عقل ياخد الحاجة المضرة يحطها جوه نفسه بنفسه يعني ياخد الحاجة المضرة بنفسه ويحطها جوه نفسه وعارف انها مضرة لكن هو بيعملها لوعيا لو انا هبتدي ااخد وعيا حتة المهمة حتة تانية برضو عايزة اضيفها ازأل نفسك ليه بتعمل كده لو انت وعيا عارف الحاجة دي غلط طب بتعملها ليه يمكن تعويض عن متع انت بحرم منها يمكن عايز ثاني حياتك مثلا بعد الشار يمكن ازأل نفسك ليه ليه بتعمل كده ليه بتعمل كده في نفسك كل وعيا هتبص تلاقي حياتك كلها اختلفت لازم تعي كل حاجة انت بتاكلها قصة حياتك تختلف وانيش حياة صحية جميلة باذن الله شكرا